عصلي مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لوفي كيفما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحدثة شديدة ومتنوعة اليوم باش نحكيه وعلى شكاية تسببت في نفذ السجن على سيمي الفهري بسبب شكاية من جوهر المبارك بسبب جوهر المبارك حكم بالسجن ضد سيمي الفهري قضت الدائرة الجناحية لدى المحكمة الابتدائية بأريانا يوم الثلاثة وحد فبري 2022 غيابيا بالسجن لمدة أربع أشهر في حق مالك قناة الحوار التونسي سيمي الفهري وذلك من أجل الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي السمعي والبصري ووفق لإذاعة مزيك جاء حكم المحكمة في حق الفهري على خلفية شكاية جزائية قد تقدم بها جوهر بن مبارك ووفق ما نقلته مزيكية فهم وتجدر الإشارة إلى أن الحكم بسجن على سيمي الفهري ليس مكسوب النفاذ العاجل معناتها في عقل عقلك حول القوة اللي بالله على سيمي دي ما تنفذوه عملها غيره ما تنفذوش لا تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس باي باي